اشتركوا في القناة نشرة الجوية الخاصة لأحوال تقص الجزاء اليوم الخميس الخامس من شهر سبتمبر 2019 اذا نتوقع بحول الله تعالى وقوة جوء غائمة كليا على المناطق الغربية في الفترة الصباحية بالإضافة إلى المناطق الجنوبية الغربية امطار ستكون حاضرة على ولايات عامة وجنوب ولاية بشار بالإضافة إلى المناطق الغربية لولاية غردايا بحول الله تعالى المناطق الصحراوية الأخرى جوء غائمة من حين إلى آخر بحول الله تعالى نفس الحالة على المناطق الشرقية شمال الصحراء والوحات اين سنشهد سحب عابرة ان شاء الله لكن دون فعالية في الفترة المسائية متابعين الكرام إلى الليل ان شاء الله نتوقع سحب كثيفة قوية على المناطق الغربية اين قد توطي بعض الامطار على ولايات عامة بالإضافة إلى ولاية بشار غردايا ايضا بعض الامطار الخفيفة على ولاية السعيدة وسيدي بالعباس امطار ايضا حاضرة على شمال ولاية البيض وولاية الأغواط بالإضافة إلى ولاية غردايا هذه الامطار قد تصل خلال الليل إلى ولاية ورقلة بحول الله ايضا بعض الزخات المنتظرة على ولايات بسكرة والأوراس بحول الله باقي المناطق الأخرى الغربية الوسطى والشرقية سنشهد سحب كثيفة عابرة لكن دون فعالية المناطق الجنوبية امطار ستكون معتبرة على قصر جنوب نحياتها من رأس وولاية إليزي بالإضافة إلى بعض الامطار على ولايات الدرار إن شاء الله نمر معكم إلى درجات الحرارة متابعين الكرام اليوم الخميس الخامس من شهر سبتمبر حيث سنسجل درجات حرارة تقارب الاربعين درجة على ولاية أدرار ولاية تندوف بالإضافة إلى المناطق الغربية لولاية تمرست المناطق الشرقية لولاية تمرست 37 درجة بالإضافة إلى لوغار والتصلي أيضا 35 درجة على إليزي و31 على بشار وأيضا 37 درجة على ولاية ورقلة 35 درجة على ولاية وديسوف و33 درجة على ولاية بسكرا 27 درجة على ولاية الجلفة والمسيلة الأغواط والبيض بالإضافة إلى النعام سنسجل درجة حرارة تقارب الـ 31 درجة بالإضافة إلى 28 درجة على السواحل الغربية إن شاء الله والداخلية سنسجل ما بين 26 إلى 27 درجة وأجواء منعشة إن شاء الله المناطق الوسطة ما بين 26 درجة على السواحل ما بين 27 إلى 28 درجة على المناطق الداخلية الوسطة ناحية البويرة بالإضافة إلى نمدية السمسيلة ومناطق من ولاية تيبازا بحول الله أيضا ما بين 25 إلى 26 درجة على ولاية سطيف بورت بورريج أيضا مناطق العلمة شرغوم العيد ناحية ولاية ميلا بحول الله 35 درجة على قسنطينا قلما سوقه راس بالإضافة إلى الأوراة ناحية باتنا خنشلة وولاية بسة بالإضافة إلى أملا بواقية السواحل الشرقية جواء تقريبا باردة من بين 24 إلى 25 درجة على ولاية الطارف على نابس كيكدا ولاية أيضا بيجاية وولاية أيضا جيجل بحول الله تعالى تيزي وزي سنسجل ما بين 27 إلى 28 درجة الرياح ليوم الخميس متابعنا كلام ستكون في الموعد على كل السواحل الشرقية الوسطى والغربية بالإضافة إلى المناطق الجنوبية ناحية أدرار وشمال ولاية تمرست البحر سيكون مضطرب على كل السواحل الغربية الوسطى والشرقية باستثناء سيكون بحر قليل الاضطراب على شواطا ولاية بيجاية وولاية جيجل كل السلامة للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر